بعد سبعة وستين سنة توقف العمل في الحديد والصلب سبعة وستين سنة بالزبط من اربعة وخمسين بدأت الافران الخبر النهاردة المؤلم جدا الافران بتاعة مصنع الحديد والصلب انطفقت النهاردة زي ما الخبر ده في موقع القاهرة قدام حدثك لأول مرة افران المصنع تطفئ نارها بعد سبعة وستين سنة يعني ستحريدا تقريبا من سنة اربعة وخمسين خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان وانتهى الموضوع وتقفلت القصة دي سبعة تلاف عامل تسرحوا انتهوا مبارح اقول مبارح لهم مجوش تاني لما وصلوا النهاردة وعملوا مظاهرة او مبارح يعني الامن فض المظاهرة زي ما الخبر قدام حضرتك بيقوله الامن فض المظاهرة تماما قبلت قوات الامن على عشرة من عمال شركة حيو السلم صباح اليوم اثناء تفريق تظاهرة ضمت خمسمية من عمال الشركة بالقرب من بواباتها الخارجية قبل ان تفرج عن العمال المقبود عليهم بعد ساعتين حسب ما قال عدو في اللجنة النقابية للشركة المصنع بيقولوا انه مدان عليه ديون بتسعة مليار جنيه كلام جميل نشوف مع بعض الديون دي ايه كده بقى النهاردة بدأوا ينشروا ان الديون دي تسعة مليار يا حضرات اهو تصفيت مصنع الحدوث والسلب بعد سبع وستين عام ستة مليار جنيه ديون تراكمية اللي موردين الشركة وقادي التوزيع اهيه شركة الغاز ليها مش عارف كام شركة الكهرباء ليها مليون ولا مليار وكذا شركة الكوك لها كذا سك حديد مصر ليها مليار مية وستاشر شركة مياه القاهرة ليها مش عارف كذا تطور خسائر الشركة خلال بسقفنا بقى في سنة ستاشر كانت دي الديون في سنة سبعتاشر زادت في سنة تمنتاشر زادت في سنة تسعتاشر حصيلة الديون مليار تمانية مليار ونص مش كده يعني تأيبا يعني مليار جنيه طبعا مليون جنيه مية وتماناشين مليون جنيه مديونة الضرائب كلام جميل نسبة العمالة تلاتة تسعين نسبة الاعطال بالمصنع خلال فترة من يوليو تسعة وسبعين من انتاج السلب غير مطابق للمواصفات خلال نفس الفترة دا كلام ضعارة وانا هقول لك ليه كلام ابي حويل الادب لانه لو صح الكلام دا لو دا كلام صحيح يبقى عشان تزبط صحته تطلع لنا بقى مين كان رئيس مجلس دارة المصنع دا ومين كان مجلس دارته وانحاسبهم على المليارات دي مش الناس دي مش في 2018 كان فيه رئيس مجلس دارة المصنع رايح البيه رايح والبيه جاي وبياخد مكافئات هاتوا الناس دي وحاسبوها امن قومي انما تقفل مصنع وما تحاسبش المسؤول عن كل الهتائج دي تبقى انت بتستعبط تبقى انت بتستهبل انا عم قديت لواحد يمسك دي كان بآلة مسكه عبر 67 سنة في اخر عشر سنين بدأ يبقى مديون اقول له روح مع السلامة انت انا هبيعي المحل ولا جيبه بقى ودخله النيابة وعلقه هو اللي اشتغل على مدار العشر سنين الاخيرة دا المنطق دا المنطق انما يا حضرات مصر هي الدولة الوحيدة اللي الحرامي فيها بيفلت الفاسد فيها بيفلت لكن تيجي تفتح بققك زي عمنا وفتوح تروح السجن بدون قضية او تاخد تتاخد في قضية اسمها تخبر مع حماس انما تسرق مال عام عادي حد فيكو سمع من عشر سنين تحويل ملفات الناس دي للنائب العام وعندنا ما شاء الله نيابة الاموال العامة وما باحث الاموال العامة وعندنا نائب عام وعندنا مدعم اشتراكي بس هل تحاسم اي مجلس ادارة لمصنع الحدوث صلب من عشر سنين سمعت انت عن واحد فيهم اتمسك في قضية بتعمل مليارات يا راجل بيتكلموا في مليار تمانية مليار ونص وفي رواية اخرى تسعة مليار ليه بقى؟ طيب السؤال التاني بقى طلعلي الجراف كده معلش انا عاد تفسص في الجراف ده النهار ده واسأل احنا بلد فعلا ولا في سرك احنا بلد ولا في سرك اطلع بس بالجراف تاني كده انت بتقول لي شركة المية ليها على مصنع حلو الصلب بمليار ومش عارفه كام الارقام هنا مش واضحة والمصر يوم نزلت الصورة تانية اصلا انا بقى عارف شارة القام دي تلتمة واربعين قرش ولا يا عم انا مش مية خمسة وسبعين يا عم شركة مية القاهرة في رواية تانية ليها مليار وحاجة ماشي يا عم ليها مية خمسة وسبعين مليون والله في رواية تانية شركة الكاهرباء ماشي هل لها مليار وحاجة هل دي مية مش دي مليار ونص دي اللي قدامي دلوقتي دي شركة الكاهرباء السؤال بقى السؤال يا عم السؤال ببساطة ليه شركة الكاهرباء سكت لحد مديونيتها على المصنع مليار ونص نحاسب مين لتنين نحاسب رئيس مجلس دارة الشركة القبضة الكهرباء ليس كت ونحاسب رئيس مجلس زارة المصنع إنما نسيب المديونية لحد مليار وبعد نيجي نقول الناس مشت يعني رئيس الشركة القفضة التعقربة ده ريح بقى مروح رئيس مجلس زارة المصنع ده روح ونيجي نقفل المصنع على العمال طب العمال مالها العمال مالها في المعارك العسكرية ما بنحاسبش الجنود بنحاسب القادة القائد هو المسؤول الجندي بينافس تعليمات العامل اللي قدام الفرن ماله ما بنحاسبش رئيس القفضة الكهرباء ونحاسب العمال ما بنحاسبش رئيس مجلس زارة الشركة بتاع المصنع ونحاسب العمال ونقطع عيشهم طب في حاجة تانية أنت بتقول لي أن الحديد غير مطابق لمواصفات صدق أن دي حاجة ضدك أنت بتقول لهو تسعة وسبعين في المية من إنتاج الصلب غير مطابق للمواصفات خلال نفس الفترة اللي هي من 2016 ل2020 السؤال بقى وإحنا ما عندناش دولة فيها جهات رقبية تحاسب المصنع ده وتقول له أنت إزاي تطلع تسعة وسبعين في المية من إنتاجك غير مطابق والغير مطابق دي راح فيه الناس اللي بيستوا الناس بانت بيه والبيوت هتوقع دي كلمة خطيرة جدا لما أقول لشركة أدوية أن تسعة وسبعين في المية من إنتاجك غير مطابق يعني فيه ناس ماتت ما هو الحديد ده راح فين؟ راح السوق والسوق يعني بيوت بتتبني يعني مصر فيها نسبة حديد طلعة من المصنع ده تسعة وسبعين في المية تمانين في المية راحة السوق اشتغلت بنت بقى أبراج وبنت دي كارثة سودة من 2016 وجاي النهاردة تقول للمصنع أستوماديون أنت كنت تفايق كنت بتذكر من 2016 كنت مسرسر ضرب بالشمس رصير وفقت النهاردة على أن المصنع وليس كنت عليه ليس كنت عليه من 2016 لحد بقيت السؤال الأهم هو أنت حضرتك مجرس المصنع بالطريقة دي عشان تقول أنت ليه بتقفله بس السؤال بقى ليه ما طلعتش قلت حاولنا إمتى نعمل إعادة هيكلة ليه ما حصلش ليه ما طلعتش قلت عندنا شركات جاي عروض من برة تطور المصنع ما قلتش السؤال الأهم بقى أرجع وأفكرك تاني بكلمة عمر أديب لما قالك أن مصر الحكومة لقيت يا حضرات أن قناة سي بي سي بتخسر وقناة عن تي في بتخسر وقناة سي بي سي أكستر بتخسر وقناة الحياة بتخسر وجرنان الوطن بيخسر وجرنان اليوم السابع بيخسر وإزاع التسعين تسعين بتخسر عمر أديب اللي قال فاشتريتهم الحكومة أنا عايزك تقلب في جوجل كده تقول لي ما هي مديونية الأهرام للدولة؟ مليارات إذا كان مصنع الحديد والصلب مديون بتسعة مليار خش كده على الأهرام واسأل مديونيته كام؟ الأهرام بس الأهرام بس تم تقفله الأهرام مدبعوه وهو ملك للدولة الأهرام مؤسسة تملكها الدولة كده بعمر شو بقى الأهرام مديونيتها كام؟ في مصراوي سنة عشرين خش يا علي شكرا يا مصطفى تخطط عشرين مليار جنيه مصادر تكشف أسباب ديون المؤسسات الصحفية الأهرام والأخبار والجمهورية عشرين مليار جنيه مصنع الحديد عليه تسعة التلت جرائد دول اللي بيرتع فيهم ناس عليهم مديونية في سنة عشرين فبراير من سنة عشرين مليار وما تقفلوش ومش هيتقفلو لكن مصنع الحديد والسلب يتسرحوا الناس عشان تسعة مليار طب الدولة ليه ما تورطوش عمر نسمع كده تعليقات الناس على غلق الحديد والسلب الناس قالت إيه ابعد ده بقى شو كان يا مصطفى ابعد ده وهتلنا ماذا قال الناس أخيرا انكشف الملعوب فلا الحكومة تفضل بين مشاريع التطوير المقدمة لها ولا هي مشغولة بمشاكل مصنع حديد الصلب كما ادعوا النية مبيتة لتصفيت المصنع ظهرت اليوم على عينك يا فاجر وصدر الأمر بإطفاء الشعلة وإغلاق المصنع خسائر فادحة وخبر حزين كيوم التخلي عن الجزرتين ده أحمد عز العرب ده باينه مرار طافح بيقول للناس اللي بتقول أصلاها بتخسر ما سبيره برضو بتخسر ومليارات سنويا هيئات الإعلامية بتخسر برضو سنويا عمراء أديب بيقول إن الدولة اشترت القناة الخاصة اللي كلها تحت المتحدة عشان كاب بتخسر ايش معنى الحديد الصلب الناس عارفة الناس فاهمة الناس فاهمة يا حضرات اللي قافل القوبيع الأسمنت هو اللي افتتح الوطني الأسمنت واللي قافل الحديد الصلب هو نفسه اللي افتتح مصنع صلب ماش والتنين ملكية خلصة للجيش سامير بيقول أو سامر بيقول أعتقد خسار ما سبيره أكبر ومش هيتباع في شركة جديدة في سنتين ثلاثة برغم احتكارها الكامل السوق خسرت ربعمية مليون ومكملة عادي وبيحتفلوا بيها سبب بيها الحديد الصلب ومش القصارى نواجه نفسنا أحسن ما نصدق كدب المبرات يقصد المتحرة يعني اللي خسرت ربعمية مليون بعيدا عن الوازع الإنساني وتضامنك مع سبع تلاف عامل بعيدا عن ده جايز ما لكش حد بيشتغل في المصنع إنما مصر تخسر كتير قوي عارف يعني إيه انطفت أفران مصنع هذا الصلب محمد علي خير قالها بوضوح قال لك عارف أرض المصنع ده كم متر عارف ممكن تعمل عليه إيه هو كده المثل مصري بيقول إن بيت أبوك وقع خد لك منه قالب محمد علي خير طبق المصنع ده بالضبط قال لك كده يا مصطفى فيديو عار على محمد علي خير عار عار بجد أنت كان ممكن تسبق أوكرانيا في الحديد أنت كان ممكن تصدر حديد للعالم كله قوة مصر كانت أيام عبد الناصر في التصنيع اللي بدأ عبد الناصر يعمله أنا مختلف مع عبد الناصر على فكرة لكن دي واحدة من إنجازات عبد الناصر 54 أول ما عبد الناصر شوفنا وشه 54 اسمع محمد علي خير قال إيه قال لك عارف كم متر المصنع ده عارف ما هو بلد اتسلط عليها جياع فلما يتسلطوا الجياع على البلد فشافين كل حاجة ممكن تطلع منه قرشين بس قوة مصر الحقيقية لا يعلمها إلا لدارس مصر فعلا قوة مصر حاجة مصر لده ومنشار حاجة مصر لد قrece قوة مصر حاجة مصرا